ومن برلين ينضم لي مراسل I24 News عبد الرحمن عمار مرحبا بك معنا بداية يعني متمر صحفي لافت لاسيما عندما نتحدث عن الجزائر وموقفها من الحرب ضعنا في تفاصيل أكثر وردود الفعل بعد هذه التصراحات التي استعملناها اليوم أولا أدهم كان هناك فهم إذ أن الصحفيين لم يعرفوا هل وزير الخارج الجزائر جاء بدعوة من نظيرته الألمانية لأنه شكرها على الدعوة أم أنه هو الذي جاء بدون أن يتعلق دعوة أصلا يعني مبادرة منه لأن هذه أول زيارة يجريها إلى الخارج وطبعا كان هناك حديث كثير من الوزير الألمانية على الحرب الروسية في أوكرانيا كتعقيب على اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الجزائرية تبون وذكرته بأن الاعتداء على كل بلد يمكن أن تكون لها تبعات عالمية على أمن كل البلدان طبعا ركزت أيضا على ملفات التعاون الاقتصادي وفي مسألة الطاقة في مسألة السودان لكن كان هناك عتاب غير مباشر ورسائل أيضا غير مباشرة بأن الغرب وألمانيا منزعجان من التقارب الروسي الجزائري ولكن الموقف واضح يعني ولربما ألمانيا قصدت اليوم بتوجيه دعنا نقول رسائل إن كانت مبطنة لسيما بعد تصحات رئيس الجزائري سابقا في ما يتعلق بموقفهم من الحرب وعلاقتهم من موسكو نعم أدهم قبل هذه الزيارة كانت هناك السلسلة من المقالات والتحليلات في مختلف وسائل الإعلام الألمانية تحذر من التقارب الروسي الجزائري وتقول بأن روسيا تحاول أن يكون لها نفوذ في الجزائر وأيضا الصفقات الأسلحة بين الجانبين والتقارب الروسي الجزائري يقرأ هنا أوروبيا بأنه محاولة من روسيا لفك العزلة منها والغرب كما نعرف هو يواصل حجد ليس فقط الدعم الغربي ولكن العالمي لمواجهة روسيا ولذلك فإن كان من المهم بالنسبة لوزيرة الخارجية الألمانية تذكير بموقف الغرب من الحرب الروسية على أوكرانيا وربما هذا الكلام لن يروق لصنع القرار السؤال السؤال عبد الرحمن كيف يمكن الموازاة وأيضا دعنا نقول الحفاظ من جهة على الموقف من الحرب بالنسبة لدول الأوروبية في المقابل يعني توطيد العلاقات مع الجزائر التي باتت أو تحولت بحسب الرؤية إلى دولة هامة بسبب موقعها الجغرافية وأيضا يعني بسبب كل ملف الغاز والطاقة وانعكاساتها أيضا على دول الأوروبية طبعا هناك صراع أوروبي وروسي على الشركاء في العالم وفي المنطقة والغرب يحاول أن يكون عدد أكبر من الدول في العالم إلى جانبه خصوصا الدول المنتجة للطاقة وأيضا لأن تكون هناك عزلة عالمية على روسيا ولذلك كما ذكرت فإن تركيز ألمانيا اليوم كان على الملف الأوكراني والروسي وضرورة الاحترام من الدول طبعا انتقدت أيضا الملف الحقوقي الجزائري في رسالة أخرى بأن ليس هناك الرضا عن السياسة الداخلية في الجزائر طبعا هذه الزيارة تأتي في ضل توتر العلاقات بين الحريف الاستراتيجي للجزائر الذي هو فرنسا وهنا أيضا محاولات جزائرية للانفتاح على ألمانيا ربما بديلا لفرنسا لكن في الملف الأوكراني لا اختلافات بين باريس وبريس عبدالرحمن عمار المراسل I24 News كنت معنا من مرلين نشكرك جزيلا شكرا على هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر